شكلت زيارة هوكستين لبيروت اليوم آخر محاولة لإنهاء الحرب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية حملته إسرائيل مطالب تعجيزية وجرب هوكستين يدور الزوية بلبنان شو عم تطلب إسرائيل؟ وشو فرص الحل؟ إسرائيل بدأ تطبيق القرار 17-01 اللي بيعطيها منطقة خالية من مسلحي حزب الله بالجنوب بس مع إضافات 1. انخيرات الجيش الإسرائيلي مستقبلا بعملية منع تسليح حزب الله يعني يساهم بفرض المنطقة العازلة مع اليونيفل والجيش اللبناني 2. حرية الحركة للطيران الإسرائيلي بأجواء لبنان ولأنه بتعرف أنه عم تطلب المستحيل طرحة إسرائيل مخرج كل ما يزيد دور اليونيفل والجيش اللبناني الجيش الإسرائيلي فيه يقليل تدخل العسكري استبقنا به بري كل هالنقاش مبارح بالإصرار على تنفيذ 17-01 من دون أي إضافات بين موقف بري والطرحة الإسرائيلي جرب هوكستين يطرح صيغة بترجع للـ 17-01 بحسب الموقف اللبناني بس بتحط إليات إضافية لفرض تطبيقه لتطمين إسرائيل الإضافات اللي عم تطرحها الإدارة الأمريكية بتركز على توسيع صلاحيات اليونيفل لتشمل التفتيش والمداهمات والتأكد من عدم تسلح حزب قلة جنوب الليطاني بس هالطرح بعده مش مقبول من الجانب اللبناني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر